اشتركوا في القناة قبل ما نبدأ يا حبيباتي لا تنسوا تدعموني بلايك واستراك وفعلي جرس التنبيه علشان يوصل كل جديد خلونا من بعض على طول مبلش بالأشياء الأساسية الانتحاجة اختيارك للدولة حقة القهوة او الركوة اذا انت حاب القهوة تكون برغوة بفوم يعني لازم تكون الدولة فمها ضيق اذا كانت الدولة فمها يعني كبير راح تضيع الرغوة على الوجه وراح يطلع في رغوة كثير اما اذا كانت الدولة مرة ضيقة فتأكدينها راح تكون مليانة رغوة وغنية بالرغوة ليحبون الرغوة كثير الدولة اللي عندي عادية طبعا افضل الدولات عشان اتسوم فيها القهوة هي الدولات المحاس هذه الدولات تركية احنا نسميها دولة في ناس يقولها ركوة اكتبوني تحت وش تسمونها بعد دولاتي هذا فنجان القهوة اللي سوي فيه القهوة بعطيكم نصيحة عن شراء فنجين القهوة اذا بغيت تشلون فنجان قهوة او شاي او اي حاجة دائما اختاروا الفنجان اللي يجي رقيق تأكدوا انه ألذ من الفنجان اللي يجي سميك فلو تلاحظون الاطباق الماليزية والصينية وكذا والكورية كلها تجي رقيق يخصوصنا الصيني يجي رقيق لانه صراحة ألذ بشرب القهوة لاحد يقولي اليوم طولتي بالقرقرة وطولتي بالسوالف انا افتح الفيديو عشان ادردش معاكم انتم خواتي فاحب اسوالف معاكم انتم كمان سلفولي تحت بالكومنتات احب دائما اقرأ كلامكم تعالوا يلا الحين نعب الفنجان هذا اهم حاجة اذا تبغين الفنجان بقهوة برغوة عفوا عبيه مية باردة الحين انا عبيت الفنجان مية تمام احطه داخل الدولة بعد كذا راح اجيب البن حقي خلاص فيك تستخدمين اي نوع بن انت تبغينه اي نوع بن انت حابتين انا راح استخدم عندي هنا بن الحسيب خلاص فيه برضو كمان الحموي الحموي لذيذ فيه رفاعي فيه باجة فيه بن بن عوف اتوقع اسمه كمان لذيذ عرضتكم يا بالانستجرام وانستجرام يطلع على الشاشة عندكم الحين يا بنات الحين لكل فنجان قهوة لكل فنجان قهوة ملعقة قهوة صغيرة ما تكون مليانة خلاص شايفين بالصور هالي حطين ملعقة واحدة بس فقط لغير الحين تحركينها بس موت حريك سريع يا دوبك بس اللي قذوب القهوة خلاص خلاص كذا تمام شوفوا كيف بس حركت خفيف كده خلاص بس دابت القهوة الحين ونروح نحطها مع بعضوين على النار الحين بجيب القهوة بحطها خلاص ما احرك خلاص الملعقة الحين انتهدوا نجحز الصينية حق القهوة خلاص وحط القاعدة وهنا هذا الصحن انا احبه كثير صراحة للبسكوت حتى شكله يفتح النفس وحطه كذا خلوني اوريكم اللذذ بسكوت انا احبه مع القهوة تحيل لذيذ حيل لذيذ حيل لذيذ حيل لذيذ طلع لكم اسمه على الشاشة صناعته اندونسية سعر العربة تخيلوا 15 ريال فقط ومليانة طبعا احنا ماكلينها باقي منها شوي بس لا تفوتكم يا بنات حيل لذيذة خلوني اوريكم من داخل تشوفوا العلبة حوسة بس الامانة حيل طويبة بعبيها عندي هنا خلاص كلا يكفي بوريكم نوعية ثانية كمان لذيذة وسعرها 5 ريالات اللي حابة تشتري صغيرة بسعرها 5 ريالات بالحيل لذيذة اتوقع صناعتها كله بالانجليزي ماليزيا صناعتها ماليزية هذي اما اللي بريتكم يا هم شمين اندونسية فاي بنات خودوا الاندونسي الاذ وحتى هذا لذيذ بخمس ريالات بس خلاص الحيل بحط مجان القهوة خلاص وتعالوا مع بعض خلونا نشوف القهوة خلاص ما راح احركها ولا راح اجيها ولا راح احط عليها ولا شي خلاص كذا في حاجة نسيت هاي بنات اللي حابة انها تسكر يعني تحط سكر على القهوة ما في مشكلة تحط باول مرحلة يعني باول مرحلة حم نحطينا القهوة تحط المية وتضيف السكر اللي تبغى وبالعادة نصف ملعقة صغيرة تكفي يعني للتحلية على ما تغلين القهوة كل واحدة تقول لي ايش هوايتها بالتعليقات تحت و ايش تتمنى تكون و ايش تتمنى تصير لما تكبر انا متوقعت صراح بيوم الايام اني افتح مجال باليوتيوب و اناتوقعت اني افتح قناة للامانة انا عندي ميول القراءة عندي ميول الكتابة و عندني ميول الحاجة هادة بشكل كبير يعني فدائما كتلقى نفسي بالكتب و ما زلت اني اقرأ الكتب واكتب فحاجة حلوبة افكرت فيها اني ادخل مجال اليوتيوب و يصير عندي اشياء انه اقدمها فوقت بولي انتم مش تحبون و مش تتمنون يعني الحين القهوة بدت تغلي عندي خلاص اول ما بدت تغلي و قربت قلبة واحدة خلاص بطفيها وبشيرها عن النور هل تعالوا معاي خلونا نصب القهوة و نشوف كيف صارت زي ما قلت لكم انا ما احب السقيلة احب اللي بين الخفيف السقيل خلاص هذه طريقة يا بنات بالقهوة جربوها متأكدة انها راح تنال على رضاكم وتنال على عجابكم مهي جربوا طريقتي هذه للراس وحية اللذيذة بس يا حبيباتي هذا كان الفيديو لليوم اتمنى ان الفيديو نال على عجابكم و نال على رضاكم اشوفكم باذن الله تعالى في فيديو قادم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك مع السلامة اشهد ان كثير شادم